اشتركوا في القناة ان مجلس ادارة يناقش مستقبل اوسوريو خلال اجتماعه واشارت التقارير لان المجلس غير راض عن اذاء المدرب والسفريات المتكررة له وسوف يتم منحه فرصة حتى مباراة بيرامدز في كاسموس واشارت التقارير لان موسماني مدرب الوحدة الاماراتي وتكيز جونياس مدرب بيرامدز السابق على طاولة النادي للمفاضلة بينهما وتم استبعاد باتريس كارتيرون من الترشيحات كشف الاعلامي احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن اتخاذ مجلس الادارة برئاسة الكابتن حسين نبيب لمجموعة من القرارات الجديدة التي جاءت كالتالي واحد انشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة الاستاذ محمد الاتريبي وتفويد سيادته في اختيار اعضاء اللجنة انشاء انشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزة وتفويد سيادته في اختيار الاعضاء وعرضها على مجلس الادارة قرر رقم ثلاثة انشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس ماجدي ليشيل عن ان يقوم سيادته بترشيح باقي اعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الادارة متطوعين دون اي مقابل ايا كان نوعه او مسمى اربعة تفويد الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر والاستاذ محمد الاتريبي لدراسة ملف فرع النادي بستة اكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون ابرمت في هذا الشأن واعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن اكدت تقارير صحفية ان احمد فتوح رفض البت في العروض الخارجية والحالية الخارجية والمحلية التي طلقها في الفترة الاخيرة وشددت على ان احمد فتوح يتمسك بنادي الزمالك خاصة انه يضع هذه الخطوة على رأس اولوياته ومن المنتظر عقد جلس خلل الايام القريلة المقبلة بين فتوح ومجلس ادارة نادي الزمالك الاتفاق للاتفاق على التفاصيل النهائية وحسم التجديد من عدمه ورحب احمد فتوح بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة اربعة سنوات مقبلة على ان يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة القادمة وقبل حلول شهر يناير واشرت الى ان فتوح سيجدد مع الزمالك بعدما وافق على الحصول على مستحقاته المتأخرة مع جميع زملائه بالفريق وبعدها يأخذ مقدم التعاقد كشفت تقارير صحفية عن اول قرارات مجلس ادارة النادي الجديد واكدت على وجود استقرار داخل القلعة البيضاء على رحيل ثلائي الفارس الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة واشارت التقارير الى ان السنغالي ابراهيم انضاي والبنيني سامسون اي كينولا الاقرب للرحيل برماركاتو الشتوي سيد مصطفى وكيل محمد شريف لعب الخليج السعودي بسمع ان الاهلي عاوز يرجع محمد شريف ولكن الدور السعودي دوري كبير وللسه رايح من ثلاث شهور وتركيزه يحقق ارقام ومكاسب مع ناديه الجديد واضافة داولة في السوشيال ميديا ان الاهلي بيفكر في عودة شريف وهذا عاري تماما من الصحة وشدد مصطفى شريف لم يخرج من الاهلي لما خرج من الاهلي راح لدوري كبير وكل حاجة مع الاهلي هدى في الدوري وهدى في دوري ابطال افريقيا فحصل له تشبع فحقه يحترف ونادي الخليج مهتم به من سنتين ورايح يحقق اهداف جديدة بالنسبة له واردف مدرب الخليج يستخدمه فيه ادوار مختلفة وهو بالنسبة له مهم وقاله مش مهم تسجل المهم تنفذ الواجبات اللي بطلبها منك سيد مصطفى ردا على سؤال هال الزمالك تقدم بعرض لشريف والله والله الزمالك لا قدم عرضه ولا كلمني وما كان فيه غير جس نبضه من وكيل زميل وصديق وقلت له الباب مقفول تماما وما تتعبش نفسك وبشأن امكانية عودة وليد ازارو للدور المصري اكد كل شيء وارد ولكن لديه عقده بنحترمه هيبقى فيه في شهر يناير ولدينا اهتمامات من اندية اماراتية وسعودية لان الناس بتحترم تعاقده مع نادي عدمان احد المصريين في الامارات تواصل معي بشأن معرفة موقف وليد ازارو مهيب عبدالهادي كل الناس عاوزة تعرف مصيره سوريو هقولك مصيره السيناريو قلت قال منطقي وتابع اخر فرصة لأسوريو مباراة برامت زفكاس مصري عام 8 نوفمبر ولو الزمالك كسب هيكمل لو في حاجة حصلت مفيش أسوريو واضاف من بديل أسوريو مفاجأة كبيرة جدا اجنبي لا البديل مصري ايوه عارف مين هو وتلاتة او ستة اشخاص فقط يعرفوه هو مين ولكنها مفاجأة واختتم البديل في حالة رحيل أسوريو مدير فني مصري وكبير جدا وبيضرف في الدور المصري ومش هقول اكتر من كده وليس من أبناء الزمالك ومفاجأة كبيرة جدا جدا الإعلامي أمير هشام أحمد سليمان رفض التفاوض مع أحمد يحيى وكيل الثناء وأنه يرفض التعامل معه وسيكون التفاوض بشكل مباشر وأضاف فتوح قرر حضور سمير موسى خاله للتناقش حول تجديد تعاقده فيما لم يحدد صبحي حتى الآن من ينوب عنه في التفاوض محمد فاروق هناك احتمالية كبيرة أن يكون هناك تغيير في الجهاز الفني في الزمالك في وقت من الأوقات والزمالك يعمل على تجهيز بدائل أسوريو وأشار قلت قبل ذلك الفرصة متاحة أمام أسوريو حتى مواجهة برامد زفيكاس مصر يوم 8 نوفمبر القادم لو خسر هذه المباراة سيكون قريب من الرحيل وأضاف هناك أربع أسماء على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك لخلافة أسوريو أولهم تجهيز جونياس اليوناني حسام حسن الفرنسي باتريس كارتيرون أمر صعب في التوقيت الحالي على الأقل حتى مواجهة برامد زفيكاس مصر ياسر ريان نجم الأهل السابق أكد أنه كان يتمنى أن نجله يعود إلى الأحمر من جديد ولكن الأهل تعاقد مع الكثير في هذا المركز أحمد وأكد أن الباب أصبح مفتوح أمام جميع الأندية وعلى رأسهم القلعة البيضال انتقال نجله إليهم خلال الفترة القادمة وشدد على أن الأحمر تم أكثر من مهاجم مؤخرا وكان الباب مفتوح أمام الأهل وباب نجله حاليا مفتوح لأي نادي آخر تاكيز جونياس مدرب برامد زي السابق أكد أنه يتمنى أن يعود الفارس الأبيض إلى سابق عاده وأن يعود إلى الفوز بالبطولات والمنافسة على الألقاب وتابع لنا لأن عودة الفريق الأبيض ستكون مهمة جدا في الكرة المصرية والإفريقية بس كده هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقر أن يكون خفيفة على قلبكم ويدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة متشاكلين جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام ترجمة نانسي قنقر